السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ اياكم درس جديد الموضوع بعد F statement الدرس اليوم هو 35 لو ناخذ مثال اخر لل F statement احنا تعاملنا مع numbers الارقام لكن اليوم رح نتعامل مع string طبعا بمثال السابق احنا تعاملنا مع نسوي كلاس جديد تعاملنا مع character اليوم رح نتعامل مع string فاذا سمينا مثلا compare compare s كده لا لا على compare string نعمل check على public static void main حتي خلصنا من الكتابة لاحظ هو اضاف ليها بدون ان اتعب فاجي اعمل enter اجي هنا انا اشى دخل اجي اقول string اعمل statement statement هو string string هذا مثلا ام اش نكتب عليه name وهذا ال name هو محمد محمد اجي هنا اعمل انتر بعد ما اعمل انتر اجي استخدم F قلنا control tab راح يطلع لي قامة F اجي استخدمه بال condition راح اجي اكتب اكتب ال name يساوي يساوي محمد اذا كان ال name هو يساوي محمد اي بمعنى هو مشابه equal equality نفس قيمة محمد اذا اريد من عندك system.out.printline محمد اكو بعضكم دا احس انه ديفكر برسالفة string name بس هس راح اجيك يعني لا تستعجل يعني مناسك السراح اجيك الprint شنو هو راح اقول yes مثلا اجي اقول له run اوكي الاحظ انه اطبع لي yes جيتعرفت string multi primitive data وجيتخليت شنو شارت كتبت ال name يساوي يساوي محمد اطبع لي yes بعضكم راح يفكر يقولي تعال استاذ محمد انت قبلها بمدروس سابقش قلت قلت انه هنا ما اقدر استكتب مع string يساوي 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 صح؟ لو يمكن نسيته واني قاعدة افكركم والا يمكن نسيته انتو المهم فانتو لو ترادعون الفيديوهات القديمة راح تلاحظ انه name يعني بال string منش تقارنش تقولك شنو تستخدموا ايها equals او contain ما شرحت عنها بس contain ايضا موجودة بها احد الميثود الموجودة بال object string قلنا strings هو معقد بس احنا قلنا في حاد انه انت استخدمت primitive data إليك حق انه تستخدم double equal في string احنا قلنا شنو اذا كان string name to يساوي يساوي a new string نفتح القوسة اوك و بداخلها نيجي نكتب محمد اوك و نيجي هنانا بدل ال name راح نكتب name to لو اجينا عملنا run نلاحظ ما يظهر اي شيء تلاحظ ما يظهر اي شيء يعني لو وضعنا هنا else 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 و بداخل ال else نيجي نطبع no حتى يكون بعض اوضح اوك اوك انا نكتب no عشنو غير تحتون اوك اوك المطبع نحنج Tools كيف الحل لهاي المشكلة حينا نحن� المهم الحل البسيط جدا انه فقط مجرد بعد named clear وبعد named to مجرد اعمل point لماذا؟ نحن sketch ماكو حل ما رح اقول لكم المهم الحل البسيط جدا انه فقط مجرد بعد ال name بعد ال name 2 مجرد اعمل point ليش؟ name 2 هو object اذا معنات ال object عنده method مدام ال object عنده method رأسا طلع لي اول اختيار اللي هو equal و ممكن contains ال contains نجيلة بعدين ناخد فكرة عنا كيف نستخدمها اقولها equals داخل equals شي يقول لي خليلي object اوكي اجي هنا اشى سوي احط لها محمد اجي اعمل لها run من جديد الاحظ النتيجة عندي yes هسا فعلا صحيح قيمة name 2 اللي هو محمد هو نفس القيمة اللي موجودة هنا بال object هاي فكرة بسيطة انه كيف انت تتعامل مع ال if في استخدام double equal او في استخدام dot equals method لهنا راح يجي نهاية الدرسمالتنا وان شاء الله ننتقوا اياكم درس اخر مع السلامة اشتركوا في القناة